بدوره وضع مسؤول أمريكي شرطاً لتوقف الضربات الجوية الأمريكية في العراق وقال مسؤول عسكري أمريكي إن واشنطن أوضحت للحكومة العراقية أنها لن تشن ضربات في حال توقفت الهجمات على قوتها وشدد على أن واشنطن تحث الحكومة العراقية بشدة على اتخاذ إجراءات ضد الفصائل الموالية لإيران لكن من دون جدوى عازياً ذلك إلى أن المرتبطين بظهران أصبحوا أقوى من القوات الأمنية العراقية الرسمية وأضاف أن الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق منتصف الأسبوع الحالي والتي أسفرت عن اغتيال أبو باقر الساعد أحدثت توتراً في علاقات بغداد وواشنطن